فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديه دي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فبعد المقدمة العامة لأصول العلوم الشرعية وما ينبغي لطالب العلم مخلوص بحول الله جل وعلا إلى الموضوع الأساس والمقصود الرئيس من هذه العلوم في مجلسنا هذا وهو علم أصول الفقه فمجلسنا هذا نفتتح فيه التعريف بعلم أصول الفقه دابت كتب هذا الفن على تعريف علم أصول الفقه من خلال تعريف مركبه الإضافي علم أصول الفقه وهو تركيف إضافي كما يعبر النحا ويفصلون في ذلك تفصيلات حسبوا في كثير من الأحيان لا فائدة منها لمن أراد أن يعرف ما أصول الفقه صحيح أن ما يفرعون وما يفصلون في تعريف العلم من حيث هو مصطلح مستقد وفي تعريف الأصول بما هو جمع أصل وفي تعريف الفقه فيفصلون في ذلك تفصيلات أغلبها تقسيمات كلامية منطقية لا ينبني على أكثرها وأقول على أكثرها لا على جميعها لا ينبني على أكثرها عمل وقاعدة العلماء أن كل علم ليس تحته عمل فهو باطل أي العلم الذي تبحثه وتسعام وراء ثم لا ينبني عليه عمل لا ينبني عليه شيء فإذا لا قيمته فإنما سنقتصر إذن في هذا التاليف سنقتصر على المقصود أي نريد أن نصر إلى ما علم أصول الفقه ما هو لا أقل ولا أكثر وبالمراسة والتجربة في تدريس هذه الصناعة وفي مدارستها ولمن شاء أن يجرب ذلك في الكتب أو في بعض الكتب الأحرى التي فصلتها تفسير ما العسف أغلب المصنفات المتأخرة هي على هذه الشاكلة المصنفات التي ألفت بعد تقريب القرن الخامس الهجري تقريبا صارت على هذا الفن أو على هذه الشاكلة في التعريف يعني على طريقة المناطق في تعريف مصطلح علم وصول الفقه إلى العهود المتأخرة إلى العصر الحديث تقريبا فمن أرد أن يفهم بالنسبة للطالب موتدي أرد أن يفهم ما معنى علم وصول الفقه من خلال هذه المقدمات في تعريف هذا المركب يدرسوا الصفحات مصطلة ثم لا يخرجوا بشيء أي هو لا يفهم ثنية المطاف لا يخرجوا بمعرفة ما أصول الفقه فإذن إذا لم يعرف ما أصول الفقه من خلال شروح وشروح فما قيمة هذه الشروح إذن إذن المشكلة ليست دائما في المتلقي لا ليست دائما في المتلقي لا المشكلة في بعض الأحيان وفي هذا الصياق في مشكلة خاصة في المرسل أي في الشارع والدارس والمصنف وهذا الأمر قد نعاه على المؤلفين في أهل الثني غير واحد من إهل العلم من الأقدمين ومن المحددين فمن أشهر الأقدمين في ذلك أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي المعروف صاحب كتاب الموافقات وغيره من العلماء الذين انتقدوا الطريقة المنطقية في تقديم المفاهيم وعرضها وشرحها فإذن نخلص إلى المقصود حينما نقول علم علم أصول الفقه فالمقصود بالعلم باختصار هو الصناعة فأقل ولا أكثر يعني ألفا لأنهم يتحدثون في ذلك ويفسرون العلم بالمعنى المنطقي بما هو مقابل للظن أو رجبة المماراتي بالإدراك كل ذلك لن ينفعك في هذا الصياق وأن أراد أن يدرس تلك المفاهيم فهي في المنطق وفي بنية علم المنطق لفائدة المنطق لا لفائدة الأصول فحينما يتحدثنا عن علم أصول الفقه فهم يقصدون إذن الصناعة يعني الفن هذا العلم متلقائي بما هو فنون وبما هو صناعة وبما هو معرفة كما تقول علم الفقه وعلم العروض وعلم الجويد وعلم القراءة وعلم مجل وباختصار وانتهى الأمر فإذن يعني لا شيء وراء هذه الكلمة يعني أكبر من هذا أقول في هذا الصياق يعني تعريف علم أصوله فالقضية إذن بعد ذلك هي في المركب الذي بقيه وهو أصول الفقه ها هنا نعم ينبغي التفصيل فإذن نحن ندرس علما وهذا أسس وليس شعرا أو أمرا زوقيا أو أمرا يعني مزاجيا لا علم حينما نقول علم يعني أن هناك قواعد هناك أدوات هناك منهج هناك مصطلحات يعني هناك علم أي هناك صناعة ولا يمكن أبدا بغير تلقي أسرار الصناعة أن تكون صانعا ولذلك لابد يعني من يعني من فهمي بأن هذا الأمر علم يعني ليس أمرا يطالع مجرد مطالع ولكن يتعلم كما ورد في حديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتعلم ومن يتحرى الخير يعطاه أو يؤتاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهو صحيح ثابت فإذن نحن إذا إذا صناعة لا بدأ نتعلمها ولا بدأ نتقين أسرارها فهذه الصناعة تدور بين المركب الذي ذكرت وهو أصول الفقه أصول الفقه أصول الفقه لا بدأ في بدء تعريفه وفهمه إجمالا وكليا لا بدأ من البدء من كلمة الفقه للعكس أن كثير من الكتب يتبعوا الترطيب لا يقول العلم هو كذا وكذا وقال فلان سير 11 صفحات في العلم عودوا في ذلك الأصول جمعوا أصلين والأصل وكذا قاعدة سير أو صفحات ثم بعد ذلك الفقه ولا تخلصوا لشيء لا يعني حينما يكون هذه القواعد الدراسات المصطلحية ما يسمى بعلم الإصطلاح إذا وجدت إذا وجدت تركيبا إضافيا وهما يسمى عندهم بالضمائم جمعوا ضميمة يعني لما يكون واحد جوج الأرفاض ضفضان كلاهما مصطلح في نفسه إلى قسمتهم ونزعت الإضافة يعني بعض هنا يكون التركيب إضافيا وقد يكون وصفيا يعني وصفيا محمد تقول يعني الأصول الشرعية يكون إضافية أصول الشريعة إذا فاصلت بين المركب وجدت كل رفض بذاته له دلالة خاصة في نفسه بمعنى نطبق نشان من قول أصول الفقه إذا قلنا أصول في كل معنى وقلنا فقه في كل معنى آخر أركبنا أصول الفقه صار معنى ثالث طيب إذا كان الأمر كذلك فلنفهم المركب باشتخذ المعنى الكل الذي هو عصول الفقه بأي المصطلحين نبدأ في الدراسة والشرح والتعرف والتعريف أبي الأول أم بالثاني نبدأ بما يمكن اسميته بالمصطلح المفتاح يعني نشكر موسى ما هو المقصود من هذا كله صحيح أن القضية في الأصول بما هي أصول نحن كان ندرس أصول الفقه أصول لكن مع ذلك ندرس الأصول لماذا من أجل الفقه إذن الفقه هو غاية الأصول وما الأصول في هذا الصياق إلا وسيلة فإذا تبين ذلك وهو كذلك معروف فاقتناء المعارف وإدراكها يكون أيصار وأسهل بمعرفته غاياتها يعني إلا بغيت تعرف شيئا هجل تعرف ثمان القلوب العامية لماذا تليق لماذا تصلح يعني في النقطة التي يستعملوا في الدرجة الذي كان يصنعه الطبر فسئله ما هذا هلو اتيبس وتسمعه يعني يعني يشرح له ها هو الطبر وما عارب معمو ما اسمه يعني يوخي يشرح له التعيبس ما يفعبوه فتعريفه بعد انقرع عليه وسماع صوته أي الوظيفة لكي اديها هي اللي تعطيك المعنى اليد لا مشحة في المثال فإذا أصول الفقه هي أصول للفقه وهي يعني وسائل وقواعد متوخى بها اقتباس واستنباط الفقه إذا القضية كلها في الفقه فما الفقه نحن نعرف أصول الفقه مزيد تعرف الفقه ولو فبعد معرفة الفقه نعرج بعد ذلك على الأصول ويكون بإذن الله الأمر أيسر وأسهل إذا لنبدأ بحول الله بالفقه الفاء والقاف والهاء فقوى يفقه فقه هذه العبارة هي من الأهمية بمكان ولا بد من بيان حقيقتها على التصيل حتى لا يبقى غبش بعد ذلك في معنى المركب الإضافي وصول الفقه وقد وردت في كتاب الله في غير ما آية كما وردت في السنة في كثير من الأحد ومن أشهار الآيات في كتاب الله جل وعلا التي تدل على الصياق الذي نحن فيه إنما يمكن تجيب المعنى العام يعني فقه العام الكوني إنما الفقه الذي في خصوصي يعني الجانب الشريعي الجانب الاستنباطي إنما هو قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وهو المقصود من قول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وأخص من هذا وأذق قوله عليه الصلاة والسلام نضر الله مرأة سمع مقالتي فوعاه فأدها كما سمع فربحا من فقه إلى من هو وأفقه منه وربحا من فقه ليس بفقه وكل هذه الصياء صحيحة ثابتة إذن يتبين من خلال هذه النصف من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الفقه أمر زائد على النص الشري يعني الفقه شيء والنصف شيء آخر ليتفقه في الدين يفقه في الدين وأحببت أن أقف مليا هنا لأنك ينخلط فعلا عند الناس وعند طلبة العلم بشكل خاص وقد يؤدي ذلك إلى كثير من لغط وكثير من الديجاج والحجاج فيما لا طائل من ورائه فلابد أن يبين هذه المسألة الدين هو الشريعة هو النصوص ليتفقه في الدين نظر الله مرأة أن سمع مقالتي إنما هي السنة إذن والبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نبلغ عنه كتاب الله وسنة رسول الله بلغ عنه ولؤية نظر الله مرأة أن سمع مقالتي فوعى إذن هو وعى الأدلة الكتاب والسنة لكن وهذا شيء لطيف للحديث هذا حديث أقول تشد إلى حقائقه الرحال يعني المعاني دي رخص الإنسان يصفر عليها يمشي جبا مهم جدا لأنه يعطي لطالب العلم فرقانا ونورا مبينا ليكشف مدارج التعلم باش عرف طريق كيف يشدر التعلم ليكشف ويكتشف مدارج ومدارج تعلم فقوله عليه الصلاة والسلام فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه هو صغر قراءة صحيح أيضا فرب حامل فقه ليس بفقه دال على أن الإنسان إذن قد يستوعبوا الأدلة قد يحفظوا الكتاب وكثيرا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسنة فقد يكونوا فقيا لكن قد يكونوا منه وأفقاهم منه وهذا دال على أن الفقه إذن مراتب إن فقههم درجة أولى درجة ثانية درجة ثانية وهكذا وفوق كل ديع من أمين وهذا الأمر صر في العلماء قديما وبينوه في أن العلم من حيث هو فقه المراتب أيضا إذن فإذن مرجع الفقه في نهاية المطاف إلى أصل الجذر اللغوي الذي بدأت ببيانه في بداية الكلام هو الفاء والقافل هاء هو الإدراك والفهم فالفهور إذن تختلف باختلاف الناس يعني سبب اختلاف الفهوم كثير لكن غالب مرجع ذلك أمران جوجل حويش كبارة لكن كثير سباب باش يختلفوا الناس الفهم لكن هناك أمران كبيرا الأمر الأول لما ذلك العلمية واحد قرأ بالزواج قرأ شوية شي طبيعي أنه سيكون فهم هذا أعلى وأرجى من فهم الذين يدرس والذين يتعلم كثيرا فمن ناذر حياته للعلم ولطلب العلم وتفرغ لذلك وكان صناعته إلا ما هي العلم لأنها فرق كبير بينه وبينها من يشتغل بالعلم وللعلم ولكن على فترات يعني كي انقطع فإذا هذا سبب وليس السبب الوحيد أقول لكن هو سبب مهم سبب الثاني ما يؤتيه الله العبداء من الفطنة والذكاء وهو أمر غير مكتسب العلم مكاسب والذكاء مواهد ما يعني الله سبحانه وتعالى يعني الناس يعني في العلم الطبيعية وكذا كيقولوا يعني ورافي كذا قد يكون ولكن هناك الجنب يعني الرباني الهبة التي يعطيها الله سنة وعلى يعطيها الله سنة وعلى لنا عمضي يعني قد يكون ذلك خلقتا ما ندري الله يعلم على كل حال قد يكون خلقتا يخلقه الله سنة وعلى ذكيا وله قدرات وهذا يعني جانب منه قد يكون صحي حيان لأنه يدرك ذلك في الأطفال شوف الأطفال سبحان الله يعني كيكون بضحين صغير عنده ذكاء يعني غريم فقد يكون هذا وقد يكون يعني بسبب التقوى والقرآن والحديث في هذا أدلتهما كثيرة جدا تقول الله ويعلمه الله ويتق الله كثير كثير جدا من هذا الأمر كثير والأحاديث النبوية في هذا كثير وتجارب العلماء شهور أبيات إمام الشافعي المشهورة شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لي عاصي حقيقة فيه وإذ ذكرت هذه الأبيات أذكر رواية حقيقة من الطرفة جبها الصيق ما كانت بلين بلا يعني أحد أهلي العلمي والفضلي من الصالحين كذلك أحسبه إن شاء الله يعني ليس من أزمي المتأخرة إن إنسان معاصر يعني مات رحمه الله من العلماء طيب يعني أذكر عنه كلمة عجيبة جدا يعني كان ينصح طلابه بشيء يعني بحيث أنه طالب العلم وأي وحد إذا كان يدرسوا العلم علم الشريعة مش كذلك علم الشريعة مش كالخاص يعني علم الشريعة عالم رباني علم يقصد به العبادة أساسا ولم يعني لم يوجد للدنيا الدنيا عنده من المعي وسيلة وأنتم تعلمون هذا من بديهيات أو من البدايات الأحر ولكن كونوا رباني دينا لما كنتم تعلمون ولما كنتم تدرسون لما كنتم تعلمون الكتابة ولما كنتم تدرسون يعني بعض الطلابات كان يدرس ولا ينقصه الزكاة يخدم الزكاة ما نقصه ولكن يعني لا ينتج وعلا بحجة نتيجة منك فشك ذلك إلى شيخه وقال له كلمة واحدة إياك والنظرة الحرام النظر المحرم فالنظر المحرم أو النظر الحرام يطمس نور البصيرة يطمس نور البصيرة فجعل طلبته يعني يجتهدون في هذا الأمر وأذكروا يعني جالستوا بعضهم في بعض البلاد الإسلامية أذكروا أنه كان من دعائهم أن الدعاء مفتح يجتهد في الإنسان الكبار كانوا يدعون الله خاصة في الأزمين المتأخرة وزمننا هذا ببأوا له أحرام كانوا يسألون الله ويقولون يتعودون نعوذ بك من كذا وكذا ونعوذ بك من فتنة النساء هذه هي كل خصوية ولكن طلبت العلم بشكل خاص لأن فتنة النساء في علم وخاصة النظر الحرام تذهب بنور البصيرة وتطمس العلم الذي قد يكون وقر في القلب من خلال التعلم تلقي عن المشايخ والمدارسة في الكتب فإرسخ ما يسع بالذكاء وبالمطالعة وبالمدارسة والتلقي ولكن بمجرد ما يعني تتلقى أو تلقي نظرة غير مشروعة محرمة فإنك أنائذ تتلقى ظلمات تنزيل على تلك العنوار فتمسحها وإنما ذكرت هذا حينما ذكرت أبيات الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى تركي المعاصر المعاصر التي تهدد طالب العالمية في زماننا هذا يعني مشكلة خاصة إنما هي معاصر النظر الحرام على أسر الجديد هذا من باب يعني البيان في هذه المسألة فقلت إذا نرجع إلى ما نحن فيه وهو أن يعني الفقه الفهم والإدراك وكل ذلك بمعنى واحد مرجعه إذا قلنا الطلب يعني القراية لو أحد يدرس يربع يقرأ الطلب والتعلم هذا اللول والثاني قلنا إذن يكون موهبة من الله هذه الموهبة يعني فيها جانب خلقي وفيه جانب جزائي يعني أن الله عز وجل يجازيك ويجزيك على قدرة قواك ويقذيفه في قلبك وفي روعك نورا هو الذي يعني يصير في مبادع حكمة كما قال شيخنا وإمام مذهبنا مالك بن أمس بن أنس رضي الله عنه ورحمه معرفا الحكمة بأنها نور يقذفه الله في قلب العبد فإذا أنت لا تكسبه ولكن يعني الله يهبك إياه إنما هذه ريبة مشروطة بما بكرت بالوراء والتقوى فإذا خلاصة الأمل أن الفقه إذن إدراك فهم فبما أن هذه الأمور تختلف من شخص إلى شخص القدرة والاستعداد على طلب العلم والدراسة والصبر على المتابعة هذا يختلف من شخص إلى شخص الناس اشتفي هذا الأمر وبما أن أيضا تحصيل التقوى يختلف الإيمان منازل والجنة منازل وفي هذا يعني آيات وأحاديث كثيرة إن كما في الحديث الصحيح إن أهل المنازل للا تراؤون كما تراؤون الكوكب الدرية في السماء الحديث الصحيح فبما أن هذه الأمور إذن تختلف يعني درجاتها ومراتبها فنتائجها التي هي الفهم وقلنا هذه يعني الأساسية هي الفهم نتائجها التي هي الفهم ستكون بطبيعة الحال تختلف من شخص لآخر علوا ونزول وساعة وشمول وضيق وكلية وشزئة وأن المجر واختكون أسباب أخرى كثيرة يعني تتعلق بإختلاف الفهم لكن قلت في البداية هذه وهذان الأمران هما الموردان والمصدران الرئيسيان للإدراك والفهم في الحقائق أو للحقائق ولا شيء إذن عندنا النصوص وعندما فهموا النصوص وفقه النصوص ولمد من تمييز بينهم وهذا الأمر يعني حقيقة قرآنية وحديثية هذا الوحي ينطق يعني هذا الأمر ليس اجتهاد ليس إنسان يقولها كيف الفقه بوحده والحديث بوحده لا الوحي كتابه السناني الدليل شكل والفقه والفهم شكله فإذن هذه النصوص تنطق به ثم هناك تاريخ العلم يشاهد بهذا ولا خلافة يعني بدأ بأهدي الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمن نهار فقد كان الفقه يعني معنا أو شيئا مستقلا عن المسل كما ورد في الحديث فربح الفقه ليس بفقه يحمل أدلة الفقه يحمل الكتاب والسنة لكن لا يحمل فقه لا يدري وفرق العلماء أهل الحديث وغيرهم فرقوا في الرواة من الصحابة التبعين وغيرهم بين الراوي الفقه والراوي غير الفقه قد يكون حجة ثبتا ثقة لكنه ليس بفقه فتكون رواية الفقه أرجحة عند الاختلاف وعند التعارض في علم وصول الفقه عند التعارض والترجيح هذا تعارض حديثان مستويان حيث الثبوت هذا صحيح الإسناد فالأول المتصر الإسناد منقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير مشهود أو علة قادحة فتديد لما كيف سبب لتضعيف الحديث فمن بين المرجحة التي اعتمدها أهل العلم أن يكون راوي أحد الحديثين أفقاها من الآخر أو يكون هذا الراوي فقه من الآخر لم يعرف بالفقه فترجح للواية الفقه لأسباب كثيرة من بين الاحتمالات الواردة من بين الاحتمالات أن الأمر بحر ساحل أن الرواية بالمعنى في الحديث قد حصلت في التاريخ فلا يؤمن أن يكون الذي روى الحديث من غير الفقه لا يؤمن أن يكون قد رواه في المهنة فروى ما فهم هو وبما أنه لا يطمئن إلى فهمه بالمقارنة مع الآخر الذي عارض هم كان معارضة مش مشكلة كان كلم معارضة بما أنه لا يطمئن إلى فهمه المحتمل بالمقارنة إلى الراوي الآخر الذي روى ما خلفه فنرجح رواية الفقه على رواية عين الفقه هذا فقط للبيان أو البيان أن هذا الإشكال قديم مش عدد ومن أصوله التي وقعت في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث المشهر متداول حديث باني قريضة وكان يؤمن بالله وليم العقير فلا يصلي إلا في المنق قريضة فاختلف الناس هؤلاء أصحاب رسول الله ما سبب الاختلاف الفقه فكلهم سمعوا الحديث من رسول الله ما كان يشكوا في كل سبوت الحديث أو عدم سبوت الحديث كان يشكوا في فهم فحينما أزل العصر في طريق وما يبلغ بني قريضة قال قومون هذا وقت العصر نصلي قال آخرنا كلا أمرنا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريضة ما شفت حواء سريع فيعني الأولون أخذوا بفقه الحديث قالوا إنما قصد من الإسراء رحمة قال النبي صلى الله اللهم يصلي العصر بني قريضة بمعنى أنه ما ينبغي أن يدركك وقت العصر إلا وقد وصلت بني قريضة بمعنى أنه واجب دلالة النزوم لازم أن تسريع حتى يدركك العصر في بني قريضة هذا الفهم أخرون أخذوا الظاهر قالوا لا مصد العصر إلا في بني قريضة فما صلىه إلا وقد أسداد الليل ستاراه شاء العصر عدوا صلوب بني قريضة وصل وكلاهما كان موافقا للدليل هذا شيء جميل في الأمر كلاهما كان موافقا للدليل فأهل الفقه وافقوا المقصود والمراد أي كانوا على فقه إدراك ثم وأهل الظاهر نعطيها تسميها الآن وخاين ليس دقة لأنه من درسة ظاهرية لن تظهر في الفقه إلا بعد سنة وقرون وأهل الظاهر آخذوا بظاهر نصي الحرفي وذلك الظاهر رغم أنه غير مراد تحتمله اللغة لا بغيت في السر الحديث ممكن فحرفية اللغة تعطيها لبنى فإذا لا ينبغي الإنسان أن يفزع من هذا سيكل له آثار نفسي لأنه في العصور متأخرة ضاق الناس ضاق الناس بالخلاف وهذا فساد في طلب لهم قلوا ما يحمل أنه يخلف واحد وهذا غلط ما ممكن صحبوا رسول اللعس واختلاف إنما الشرط في ذلك أمر أنه لا ثالث لهم أن يقل خلاف إذا وقع في المقتضاية العلمية يعني ماشي يعني هذه نسميها سارية مجدد يقول لهم يقول لهم لا بقرة هذا الممكن فلابد إذن أن يكون هنا لكي يعني حظ من المعقولية الاستدلالية هذا ثم وهذا أصعب منه أن يتخلص الإنسان من نوازع الهواء وهذه المشكلة حقيقة يعني المشكلة الذي يحصل في هذا الصياق غالبا أنني أريد أن يكون الحكم كذا مش الأدلة تريد لا أنا أريد ودعي الأدلة تنتج الحكم الذي اقتضته القوائل العلمية سور وافقت مرادك وهوك أو لم توافق عندك مد فالإنسان إذا استطاع أن يتخلص من هذين الأمرين يحقق الجانب العلم التقني الصناعة الصناعة هذا ما تصدع استدلالا وإتقانا ومعرفة بالقواعد والأصول والنصوص ما تريد تريد ثلاثة أو أربع النصوص وبقي يعني مجمعة النصوص كاملة في الموضوع وتريد أن تفتي أو أن تصل إلى الحكم لا يعني تكون عندك شروط كاملة مما سنفسر وبعدوا حينما ندخلوا إلى صر بموضوع علم أصول الشيقة بحول الله ثم بعد ذلك أن تكون لله وبالله حقيقة إن شاء الله بهذا من الأمر إنه ما يقع من الاختلاف لا يضر بل ينفع إن شاء الله حتى ولو كان الاختلاف من النقيد إلى النقيد واحد يقول حرم واحد يقول جائز فاخترا وقد وقع يعني في زمان الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يؤمنها ولا يضر ذلك ولا يسد للمودة قضية كما يقول وهذا النعم الخلاف وقع بين كبار الصحابة وكبار التابعين وكبار فقهاء الأمصار مالك الشرعي وأبي حنيف وغيره ولكن كانوا أحبابا في الله يعني منارات للهداء وإجمع وإجمع الناس وإجمع الناس على جلالة قبرهم وعلى ورعهم والاقتداء وتأسيبهم فإذا قلت الفقه بما هو شيء مختلف عن النصص أمر واقع في النصص نسياد شاهدوا به وفي تاريخ بدء بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والوقاعة التي وقعت زمن الرسالة زمن الوحي فكان النبي يفض الخلاف في كثير من أحيان بين الصحابة يعني كثير كثير النصص يعني في هذا العمل الصحابيان الذين كان قافلين في رجوع إمام من اليمن إلى المدينة واختلف في الصلاة بالتيمم أو في الصلاة بالوضوء بعد التيمم يعني عدم الماء ما دوش الماء فتيمم وصلى ثم أدرك الماء بعد ذلك أحدهما فوضأ وأعد والآخر بقي على الأصل فلولا صلاة صليناها طيش على بركة صلينا بالتيمم ومدلت فقال الآخر وكلا الآن حضر الماء نسخ ما فعل فأعاد الصلاة بوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمثال وأضربها كثير يعني حين مختلف الشخصان في أكل الحوت يعني الذي قذف به البحر البحر مزين صفر ومززع ورمار بحر واحد الحوت كبيرة ميتا فألقى إلينا البحر هذا بالحديث دابة يعني يخصوا سماكة كبيرة حوتة كبيرة الحوت يلا أطمام دابة يقال لها العنبار ربما ذاك الحوت الكبيرة الحوت يونس يعني اللي كيدر العمر الله أعلم هذا بالحديث دابة يقال لها العنبار ولكن كي من المنا فأحدهما قال هي ميتة ناخر قال له نحن مضطر فأكل منها في نهاية المطف وتزود ملع العم قد دع دم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأجاز لهما أكل ميتة البحر وانبأهما بأن ميتة البحر من المباح في مثل هذا السياق فشف هذا النازل وفي نهاية الأخرى ولكن في مثل هذا السياق قال هو البحر هو الطهور ماءه علو ميتته فقال هل معكم ما منه شيء فأعطاه هذا النحم المقدد من السمك فأكل منه عليه الصلاة والسلام فإذن هذه نوازل كثيرة تدل على أن الصحابة اختلفوا في زمان رسول الله وكان سبب الخلاف الاختلاف في مدارك الفهم سبب والفهم ليس لأن النصص ما حضر عندهم النصص ها القرآن بني ديهم وها السنة بني ديهم ولكن يختلفون في تدبير تنزيل حقائق الكتاب والسنة على النوازل الطريقة ها القرآن ما بشكل إشكال ها الحديث نعم كيقول هذا واجب وهذا منذب ولكن هذه نازلة مغنفة بظروف الزمان والمكان وتغير أحوال الإنسان الذي لم يدرك هذا فإنه لن يدري لن يدري كيف ينزل أحكام الشريعة على الواقع فبما أن الأمر إذن كذلك الفقه فقه النصوص نصوص فكيف إذن يؤخذ الفقه من النصوص كيف يؤخذ الفقه من النصوص هنا إذن يبدأ أصول الفقه بهذا الجواب الضدر عن هذا السؤال بالذات نكون قد بدأنا ندخل في تعريف المركب الإضافي وصول الفقه وصول الفقه إذن كأنني علمت يعني باعتبار طالباء علم كأنني علمت إذن منفقه وعلمت أن النصوص تختلف عنها وأنه للخروج أو للوصول إلى الفقه انطلاقاً من النصوص هناك مسافة اسمها الفهم هل كتاب هذه السنة وراء الفقه لهم لفهم هذا الفهم ليكون فهماً علمياً وفهماً مشروعاً أصول الفقه أي حينما قالوا أصول صحيح يعني في التعريف المنطقي يقولون أصول جمع أصلين وهذا الأصل هو ما ينبني عليه الشيء هو الأس هو كذا إلى آخره تقسيمة اللغوية ولكن في حقيقة الأمل ليس بالضبط يعني ذلك هو أصول الفقه ما هي المرتكزات والمنطلقات والمآخذ والآدلة هي أصول الفقه هو شيء أجمع من هذا كل رحمكم الله أصول الفقه صناع فيه الأدلة يعني السوار اللي كتقوم يعني كيقوم من هذا الفقه فيه الأدلة وفيه ما يتعلق بالأدلة وما يسمى بعوارض الأدلة وفيه أيضاً شروط معينة لا بد أن تتوفر في الفقه لتكون القدرة على الاستنباط وعلى الفهم والإدراك فإذن كل العلوم وكل الفهوم وكل الأدوات التي سأحتاج إليها لمعالجة النص ثم لاستنباط المعنى النص ثم لتنزيلها على الواقع كل ذلك أعطى الفقه وأقسمها إلى مراحل ثلاثة يعني الثلاثة مراحل نحن المدية الفقه كلها مراحل أصولية وهذه المراحل هي المكونة لأصول الفقه بهذا المركب لكل الشيء إذن الآن سأشتغل بصورة طويقية عملية ليكون الأمر أبيانة وأيسر عندنا نازلة قضية وقعة تخيل قضية لبعض سواء من القضايا المدرسية القديمة التي نطق فيها الفقه بإحكامهم مما اجمعوا عليها أو مما اختلفوا فيه أو من نوازيل المعاصرة الجديدة التي تسمعوا بها أمور المعاملات أمور الطيب أمور أحكام من الجراحات كذا أمور معاصرة أو أمور القديمة من أمور الفقهية في العبادات والمعاملات بالمعنى القديمة إذن عندنا نازلة ونريد حكما شرعيا لهذه النازلة نريد ما نظن تعبير الفقه والأصوريين ما نظن أنه حكم الله ما نظن أنه حكم الله في النازلة نريد أن نصل إلى وهذه غاية الدين والتدين فلابد إذن من أن نرجع إلى الكتاب والسنة هذا لا إشكلة ولا خلافة لابد من أن نرجع إلى الوحي لأنك تريد أن تعرف حكم الله في الأمر لأن المفتيح حينما يفتي بالحكم ما قيمة حكمه ولماذا له التأثير الذي لا يكون لغيره يعني الناس يتسنون الفقه أو العالم ليقول لهم يعني الحكم في المسألة الفلانية وقضية الفلانية وكذا ويكون لقوله وقعود شديد سوء في من على من أراضي ذلك أو عالم الكره سبب واحد هو أن الناس إذ يتلقون ذلك الحكم يعني ليس بجلالة فلان ولقيمة لا لأنهم يظلمون ويعتقدون هنا الظلم بالمعنى العلم الكريمة أي عندهم موحظة ترشيح كبير جدا تسعين تعددين أن ذلك الحكم هو مراد الله تشريعي التكليفي وإذا كان هو مراد الله التشريعي التكليفي فهم ملزمون به تضييقا في الدين ومعنى عليه حساب وجزاء في الآخرة فعلا هو تركها فإذن هو تبي يعبدون الله به فإذا كان ذلك كذلك فلابد إذن ليكون الأمر كذلك فعلا من أن تكون المرجعية الأولى لهذا الحكم كتاب الله وسنة رسول الله وإن لا فلن تكون قيمة لذلك الحكم إطلاقا ما غير احتصد في المجتمع ولا تأثير له في المجتمع وإنما قيمة الأحكام التي انتق بها العلماء قيمتها ما نظن ونعتقد أنه يسندها من الوحي كتابا وسنة صرحوا به أو لا يعني وخاق يمكن يقولك الدليل هو الآية فلانية أو الحديث فلانية أو ما يقول مهم أنا كان أعرف بأنه يعني أنا فيه ثقة كبيرة بأنه لا ينطق هذا الرجل إلا بأدلة من الكتاب السنة يغلط ما يغلط عجل قرار مهم أنه مرجعية من كتاب الله وسنة رسول الله إذن ها هنا إذن عندنا ما أحطت هان هذا هو الأساس الوحي أحطأ أولا والنتيجة المقصودة وهي الحكم الشرعية النازلة الله فإذن مرجعوا إلى ما نحن فيه قل الله إذن عندنا مراحل ثلاث ذكرنا منها سنة الوحي ومرحلات الوحي دراسة النص الشرعي ثم عندنا نازلة بما يتطلب حكما شرعيا فأثبتنا إذن أن بين النص الشرعي والنازلة مرحلة قلنا هي الفهم الإدراكية أنا وأنت من معنى أنه هي الإنسان هي الإنسان الذي سيتصدى للفهم والاستنبط ولذلك لا بد من بيان شيء هاون قل ما ينتبه إليه الناس في هذا الزمان من طلبة وهو نسبية الفقه ما معنى نسبية الفقه نسبية الفقه يعني الفقه ليس مطلقا الفقه ليس معصوما هذا المقصد الفقه ليس كاملا يدخله الخطأ والصواب يدخله الاحتمالات من الحسن وعدمه والصواب وعدمه لماذا؟ لأنه داخل الإنسان بين النصر الحكمي ولا سبيل إلى الفقه لا بهذا فلذلك ما ينبغي أن يغتر الإنسان بكثرة الأدلة وسرد النصوص عند بعض أهل العلم على أن يعميه ذلك عن إمكان أن يكون هذا العالم قد أخطأ في هذه النزلة إما لا فتتلقى أحكام العلماء في الفقه في غير الإجماعات والاتفاقات يعلم السفن أي بالنسبية قد يوافق يعني فهمك ويوافق يعني يعني يصير أو تصير أنت إلى طمأنينة برعه وعلى فهمه لكذلك ولكن يجوز أن تصل في اتباع شخصي أو تلقي عنه إلى درجة تقديسي هذا عمر خطير تقول لي مع أهل أدلة وإن وإن مع أهل أدلة مع أهل أدلة ومع أهل فهم أيضا دير الأدلة هل فهموه هو الأدلة تساوي آه ذكرم خطير إذا كان فهموه الأدلة إذن صار فهمو متعبد به تكبرت الصلاة بعد الفتيحة بدل ما تقرأ لا يقرأ كلامه هذا يجوز فهم ما يقول هذا الشخص من أهل العلم والفضل على رسل وعننا ولكن حينما يكون الأمر مفار اختلاف ليس إجماعات إلا حيث يجي الإجماعات من الطريق إن الإجماعات قطعية حينما يكون الأمر مفار خلاف وفيه أخذ المرب فلا يجوز شرعا وأقلا بعد ذلك أن تعطى صفة الكمان والقداسة لأي فهم ولذلك قاعدة الفقه في هذا من قولهم كلام صواب يحتمل خطأ وكلامك خطأ يحتمل الصواب هذا الأدب وهذا العلم وخيكون فعلا انت بلك بأنه فلان ما أدلت قوي يمتنى ومع ذلك الإنسان يتهم عقلا أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما وقعت لفتنته زمنا علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وغيرهما معروف مرحلة قال يا أيها الناس اتهموا عقلكم فقد كنا والله زمنا الحديبية لو استطاع أحدنا أن يرد حكم رسول الله أو أمر رسول الله لأرضه يعني أن الصحابة اختلفوا التابعين يعني يقاتف تابعين قال لهم يا عباد الله اتهموا عقلكم عندما يجي بالكبار فهمت يا رجل كما رأكلنا في زمان رسول الله صلح الحديبية معروف سرع لو استطاع أحد أن يرد أمر رسول الله قال لهم من الرسول تصرحهم على الكفار تصرحهم على الكفار وكانت بنور الصلح يعني الظاهرة مجحفة في حق المسلمين ليس ضرمهم لكن الرسول مجحفة عرفوا البنود كانت من بني أنه إذا أسلم أحد الكفار وهرب من الكتة إلى المدينة التزم المسلمون بيرضي وإذا ارتب أحد المسلمين من المدينة وهرب الكفار ما يرتزم كفار الكتة بيرضي قلوا له أحدام رحدام كلهم ضرمين مع ذلك قبل النبي سصن عاد وأنضع هذا صحاب مجمو فيه وعلى رصيم سيدنا عمر الوخت رضي الله إلا أبا الكريم قد كان له حكم خاص هذا كان صديقي يقول إنه رسول الله يعني يرى الوحي هذا ما من كل نقص مع قد فالمقصود إذن أنه يعني مهما بلغ الإنسان من ثقة والطمعينة إلى رأيه فما ينبغي أن يصل إلى درجة القطع أن القطع حاجة خطيرة وليس وهذا أيضا يعني من أشياء دائما نقطة نفسها ليس وجود الدليل من الكتاب السنة معناه أن الرأي منعليم هذا غالط عود شائعه يقول هذا هذا رأي أنا عندي الدليل أنت عندك الرأي لا وعندك الدليل هذا الدليل هل يمكنك أن تنزل الدليل على الواقع بصورة حرفية استحيل سنبين هذا في الحلقات المقبلة يعود بشيء موسط أعطيك مثال سارقة سارقة طوع عيد يوم زانية زانية جدوا كل واحد يوم يوم يأتزد وهذه مجرى من الحدود عدد مئة جدة قطعوا القطعوا 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 من كل شيء يتعولوا فحينما يؤتى بزان أو يؤتى بصارق فتنزيل صعره تحقيق المرض كيف يسمونه هذا سيقع فيه خلاف التنزيل يعني الفين ما يدخل أو يدخل تنهيط المطار كيف يدخل هو يعني تحقيق المرض هل هذا الذي يعني زنى أو صارقة هل هو مقصود بالذات بهذه الصفة التي وقعت الآن بهذه الآية أملا ولذلك ليس يعني كل زان يحكم عليه بنصر وليس كل صارق تقطع يده ليس كل صارق ومعرف يعني بأن وحد الصارق عينما قعد العلماء وحده فقال هو هضموا كل في المان محترما لغيره من حرزين خفية دون ما شبهتين لغير ذلك من الشرط التي جعلها حتى يميز بين الصارق المقصود بالنصي والصارق المقصود بالنصي فمن لم يصرق نصابا من المال لا تقطع يده يعني يعني الذي يصرق فلوس ما وصله شيء زكى تقطع في الدول الإسلام يعني يعني تكون بلغة في حاجة التي كتزكى أما ما وصله لغة لغة الإسلام لا تكتب وأن تكون سريقة بالي يعني حاجة مسرقة تكون السريقة طريبة تكون السريقة مما كان في حرز هذه حاجة لك أنت مخبعة أما أنت رمي فلوس كفر بوحد يعني باين وتسرقت لا تقطع يد السريقة يعاقب لكي يعاقب يعني واحد من اللحان مثلا حط مليون ديل فرنك فوق الطبرة فوق الكنطوار وجاء واحد يزو لا تقطع يده حسن عوان حتى هذا يزو شايف مليون مليون مجي عمرا مزيان ولكن تشجعت على السريقة فلذلك لا تقطع يد السريقي وإنما يعني يعزك التعاقب عقوبة زرية ممكن القاضي يحكم أي عجل جلد حبس وغرب 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 ولكن لا تقطع السريق لأنه كان واحد العقوبة حتى المل الفلس يقول أنت أول جمع فلس فلس تخلي فلس تأخذ لمعنى حرف السلام ولهذا يعني الفقه للنصوص إذا يدخل في مجال الدلالة فسيدخل في مرحلة الاستنباط وإذا يدخل في مرحلة الاستنباط داخل في مرحلة التحقيق والتنزيل وهو التطبيق حتى يجب أن نزل نزل في الواقع وقع إشكالته ولا بد من فقه جميع الأحوال فإذا قلنا عندنا مرحلتان فأدرس النص أن أنشل الوحي هلو ولا بد في دراسة النص إذن من أن أعرف من نص ثبوتا ودلالة إلى القرآن رأى خلاص متواتر ثم لابد من أن أعرف درجة الصحة درجة الثبوت أصحيح هو أم ضعيف أم الأخير ثم لابد من أن أجمع النصوص جميعا تواحد النص جوزئي وتصنبط من نور في قضية واحدة لابد من أن تحيط بكل النص الواردة في الأمري ثم بعد ذلك يعني قلنا ثبوتا ودلالة من حيث المستوى الدلالي لذلك النص يعني لأنه النص يعني دليل من كتاب الله وثنة رسوله العسوزان قد تكون له مراتب دلالة مختلفة وقد يكون اقطعي الدلالة يعني المعنى واش عنده معنى واحد اللعن بثلتة ولا أربعة أنا محتمل إذا وصلنا إلى أن هناك معاني متعددة لبدا أن يبين معنى الراجع معنى الظاهر المتبادر إلى الذهن ولكن كل ذلك يبين بقواعد يعني كل شيء لبدا من دليل لما نقول هذا النص له ثلاثة معاني ممكن وأقول معنى جيم هو المعنى المقصود ماشي غير أقول يعني ما أقول معنى جيم هو المقصود لابد من أن أثبتها علميا بالأدلة اللغوية والشرعية والعقلية أثبت بأن جيم هو المقصود وأن ألف غير مقصود وأن باء غير مقصود وإلا أن نكون في الهواء من عدم العلم فإذا هذه مرحلة تدرس فيها النص حتى إذا بيين بأن المعنى كذا هو المقصود انتقلت إلى مرحلة ثانية وهو استخراج الحكم الشرعي مرحلة ثانية في الفقه وفي العملية الأصولية لأن كل شيء خدمات الأصولي بما هو فقه ولا فرقة في العمق لا فرقة بين الفقه والأصولي في العمق لا فرقة بين الفقه والأصولي وهذا تفرق بالهجم مدرسي من أجل التعليم والبيان وإلا فيستحيل عقلا أن يكون هناك فقهون غير أصولي غير ممكن معنى إذا يجب معنى أنه ليس بفقه فاخترأ فإذن عملية الاستنباط وهي بلورة الحكم الشرعي تخرج الحكم الشرعي وجوبا أو ندبا أو كذا إلى خير يعني ب مصوغات الشرعي بعدما فهمنا المصوغات الدللي للآية أو للحديث أو للآيات وراء حديث إذا كان جمعوا في القضية والنازلة الواعدة بعد ذلك نستخلص الحكم ثم بعد استخلاص الحكم نحن بقيا في الإطار النظري نازل ما أعطينا الفلان الافتواء بعد استخلاص الحكم نظريا نخلص إلى مرحلة الأخيرة وهي النظر في النازلة أي الواقع الذي وقعت في تاريخ الفلان الزمن الفلان بالفلان بالفلان أي النازلة محكومة بظروفها المكانية والزمن وننظر هذه هذه النازلة تستوعب هذا الحكم الشرعي النظري الذي استنبت ما هو من الكتاب السنة بهذا الشكل أم لا بد من بعض التكيفات لا بد من بعض الضوابط ليناسب الحكم الشرعي ومقصوده الشرعي نظرا لأن النازلت فيها أمور جدة لم تكن قبله أو خاصة بهالإنسان قد تتيح له ضربا من الروحصة والحكم فيه عزيمة وقد 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 تحقيق المرات كما ذكرت قبله فننزل الحكم بعد ما استنبت معها على ما يناسب الزمان والمكان وبما لا يخريم وهذا عدير معادلة الصعبة قصد تناسب الزمان والمكان ولكن بما لا يخريم نصوص شريعة قصد تناقض مع الشرع فتحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله لا ولكن يعني أن تناسب بتنزيلك الحكمة الشرعية على النازلة ينبغي أن تناسب الزمان والمكان وظروف إنسان ولكن قل دائما بما يوافق أصول الشريعة كتاب وسنة هذه خلاصة عاما هذه الصناعة التي هي أصول الشق هذه الصناعة تفصيل ذلك مرحلة مرحلة يأتيه بعد بحول الله في الظروس اللاحقة إن شاء الله وفقنا الله وأن يكون ما يحب ورضاه وصلى لسيدنا محمد وآله واسلام السلام وعلكم ورحمة الله وبركاته